في موضوع آخر تظاهر عشرات الألاف من الإسرائيليين مساء أمس في تل أبيب وغيرها للأصفوع السادسي على التوالي احتجاجا على مشروع لتعديل النظام القضائي تسعى لإقراره حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ومن شأن تعديلات المقترح ادخالها على النظام القضائي أن تتيح البرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا ومن المقرر أن تجرى قراءة أولى لمشروع القانون الاثنين ودعا قادة التحرك الاحتجاجي المعارض مشروعة عديل النظام القضائي إلى إضراب غدا الاثنين